موسيقى موسيقى مساء الخير وأهلا وسهلا بكل اللي عم بتابعونا من كل مكان حلقة جديدة من برنامج إكسترا تايم حلقة أكيد رح تكون مميزة بمواضيعها وفقراتها رح نستكمل في حلقة اليوم الحديث عن ملخص دوري المحترفين لموسم 2015 و2016 وضيفنا هو زميلنا ومحل الرؤية الرياضي محمد حسيبة مساء الخير؟ مساء نوسي كيفك محمد؟ تمام الحمد جاي مبسوط اليوم أكيد فزنا بأول مباراة ببطولة الصايغ نحن مهدودين بس يعني أول إشي منشكر شركة الصايغ ومجموعة الصايغ على هذه البطولة الرائعة اللي عن جد عملت نوع من الألف ما بين الموظفين بكل الشركات المجموعة وكانت مباراة حلوة ورؤية طبعا ما رح تخسر نحن دائماً منفوز بطولة الصايغة والبطولات الثانية مخسرناش ولا بطولة وجاي مبسوطين وكمنها بالأستوديو مدريد فائز لحد هالسفا لحد هلأ إن شاء الله بكمل كمان لا طبعاً بكمل خلاص أبطال أوروبة عم بختموا عليها ريال مدريدة خلاص إن شاء الله بيفوزوا بمباراة اليوم وكمان بيفوزوا بالنهائي إن شاء الله إذن قبل ما نبلش حديثنا بحلقة اليوم خلونا نشوف مع بعض سؤال شارك لحلقتنا للليلة واللي أكيد بإمكانكم التصويت عليه عبر تطبيق رؤية سؤال شارك الخاص ببرنامج أكستر تايم سؤالنا بيقول من يستحق لقب أفضل لاعب في الدوري الخيار الأول أيمن أبو فارس الخيار الثاني محمود مرضي والخيار الثالث شريف النوايشة طبعاً تصويتكم بيهمنا ورأيكم أكيد بيهمنا لنعرف ونشوف مين أفضل لاعب في دوري المحترفين لهذا الموسم حسيبة أنت برأيك مين كان أفضل أو من يستحق لقب أفضل لاعب في دوري المحترفين يعني شوف أن ما فيه لعبين كثار برزوا في هذا الموسم الصعب بجوز ما بتقدر تحكي عمسة ولا لاعب من كثر المناطفات اللي صارت في دوري المحترفين والمشاكل اللي صارت سواء مشاكل مادية ومشاكل فنية وتنقلات والأجهزة التدريبية ولكن من ضمن الخيارات الثلاثة هذول المحتوطين بسؤال اليوم بجوز شريف النوايش يعد أفضلهم لأنه مهاجم كان له بصمة أنه سجل أهداف حاسمة في إمبرايات الهبوط لفريق ذاتراش وساهم بتثبيت فريقه أما بشكل عام على مستوى دوري المحترفين فأنا برشح لاعب بها عبد الرحمن لاعب فريق الناد الفيصلي لسبب أنه بها عبد الرحمن كان يشيل مبرايات لحاله في بعض الأحيان فيصل رغم المشاكل رغم الغضب الجماهيري لاعب تميز بتسجيل الأهداف بصناعة الأهداف وأيضا كان من أكثر اللاعبين لعندهم حرقة على خسارة الفريق فهذا اللاعب اجتمعت فيه أكثر من هذه المواصفات فأنا برشح أنه يكون هو أفضل لاعب في دوري المحترفين نعم إذن رح نبلش موضوع حلقتنا لليوم إحنا كنا طبعا بحلقة مبارح بلشنا استعراض مشوار الأندية خلال موسم دوري المحترفين واليوم رح نكمل مع الفرق الستة اللي ضايلة ونبلش بتقرير عن الحسين إربد ونرجع نكمل حديثنا لم تنجح مساعي غزاة الشمال فريق الحسين إربد هذا الموسم بتحقيق إنجاز تاريخي للفريق بالضفر بلقب بطولة الدوري بعد العمل الكبير وفريق النجوم الذي جمعته الإدارة قبل بداية الموسم فبدلا من المنافسة على اللقب نجى الفريق من الهبوط بالأسابيع الأخيرة الحسين إربد حل في المركز السابع برصيد ثلاثين نقطة بعد فوزه في ثمان مباريات وتعادل في ستة وخسر ثمانية وجاءت نتائج الفريق عكس توقعات المراقبين بعد أن انتعاقد مع أكثر من ستة عشر لاعبا فكان أميزهم المحترف الليبي أكرم الزوي الذي ضف ربلقب هدى في الدوري وقاد أسامة قاسم الحسين في مرحلة الذهاب ليرحل عنهم ما بين المرحلتين ليكون التعاقد مع شيخ المدربين الوطنيين عيسى التورك الذي نجح بإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات إذن محمد بدايتنا رح تكون مع نادي الحسين إربد بشكل عام كيف بتشوف مشوار الفريق خلال موسم دوري المحترفين يعني نشوف فريق الحسين إربد بجوز الكل كان بنتظر منه أكثر من هيك في هذا الدوري وهذا الموسم بالتحديد وخصوصا مع الإدارة الجديدة اللي إجت وأيضا نحكي الوضع المالي المريح اللي كان لفريق نادي الحسين والتعاقدات اللي تمت قبل بداية الموسم أنت عم تحكي عن 16 لاعب تم التعاقد معهم فريق الحسين إربد عم تحكي عن فريق كامل كله تغير من أساسه من الموسم الماضي إلى الموسم الحالي بجوز بعض الجماهير أطلقت عليه فريق النجوم لقب فريق النجوم كانت تعاقدات بمبالغة عالية هم تحكي عنه تعاقدات 45 ألف ما فوق كانت اللاعبين اللي تم التعاقد معهم ولكن ما كان فيه هناك نتائج كان فيه هناك خروج من بطولة الكأس كان فيه هناك تعثر على مستوى بطولة الدوري أيضا الحسين نجرف وراء قضية تغيير المدربين والأجهزة الفنية في فريق الحسين نحن نحكي عن ثلاث مدربين تولوا الفريق أسامة قاسم وأسامة ذيبات وأيضا المدرب أخيرا عيسى التورك مما يعني أنه فيه هناك رغم توفر الإمكانيات ولكن ما كان فيه هناك تخطيط التخطيط اللي ما تواجد في نادي الحسين هو سبب تراجع الفريق لأنه أنت بتحكي عن كم كبير من اللاعبين تم التعاقد معهم ولكن تعاقدوا معهم بدون تخطيط مشبخ أن هذول اللاعبين ممكن يحققوا لفريق الحسين لقب الدوري تم صرف مبالغ ولكن ما كانت هناك الروح البطولة موجودة أو شخصية البطل موجودة بفريق الحسين يحتاج كان إلى لاعبين بتمتعوا بشخصية البطل لاعبين حصلوا على ألقاب حتى أنهم قودوا الفريق في المرحلة الحالية ولكن هو تعاقد مع عدد من اللاعبين النجوم ولكن أداءهم بالملعب كان مش بالمستوى المطلوب بجوز أغلب اللاعبين يتعاقد معهم ما بيعرفوا طريق النهاية نحو اللقب حتى لو كان مثلا موجود اللاعب أنس بن ياسين واللاعب إسلمان السلمان وأيضا بجوز أبراجهم كان اللعب أكرم جوء أما باقي اللاعبين حتى أسامة أبو طعيمة يعني ما عاشوا مع فرق أنها كانت تتوج باستمرار باللقب الدوري مما أعطاهم بعض الانعكسات في نتائج الفريق فتوقع التخطيط كان أول شيء ما كان بالطريقة المناسبة لفريق الحسين تغيير المدربين كان يجب أوقات صعبة على الفريق بجوز الأسابيع الأخيرة لما تعاقدوا مع المدرب عيسة تورك صار فيه هناك نوع من التنظيم لأنه فيه ميزة بعيسة تورك أنه دائما بخطط مع الإدارة قبل ما يدخل على جو التدريب مع الفريق فصار فيه هناك نوع من التنظيم صار فيه هناك نحكي يعرفوا شو بدهم للمستقبل القريب أو المستقبل البعيد مع فريق الحسين إربد فبالنهاية أتوقع اللي صار مع الحسين أنه يجب يكون درس مهم الآن تخفيف النفقات في الموسم المقبل حتى ما تتكبدوا الخسائر زي اللي تتكبدوها بهذا الموسم أنه صرفوا كثير وما حققوا نتائج ونافسوا على الهبوط في دور المحترفين وأيضا طريقة انتقاء اللاعبين ما تكون طريقة عشوائية يعني أغلب الاندي عندنا الإدارات هي بتحدد المحترفين أو بتحدد اللاعبين وتتعاقد معهم قبل ما يجيب المدرب الآن أنت عندك مدرب من أميز المدربين الوطنيين اللي هو إيسا التورك يجب أنه هو اللي يختار المراكز اللي بده إياها ويحدد الأهداف لأنه إيسا التورك لما اشتغل مع الجزيرة أربع سنوات كان يحدد اللاعبين ووصل للمركز الثاني مع فريق الجزيرة الموسم الماضي حقق بلاش يطلع السلم بشكل تدريجي أما الآن هو بإمكانه يتعاقد معي لاعب خصوصا أنه الوفر المالي موجود للادناد الحسين هتوقع أنه موسم مقبل إزادة العيسى وإذا خططوا بالشكل المزبوط ممكن يحققوا أول لقب يعني يخلق لهم مع الإدارة الجديدة نعم إن شاء الله بيقدروا يستفيدوا من الأخطاء اللي ارتكبوها ويتعلموا من الأمور يمكن اللي صارت لحتى أنهم يضبطوا أمورهم بالموسم القادر يعني هو بجوز النقطة الرئيسية بتبين أن الإدارة بدها تشتغل بالشكل للموسم المقبل أنه يجب يحافظوا على هداف الدورة أكرم الزوية إذا تخلوا عن أكرم الزوية أتوقع أن الكرة الأوذنية كل يعرف أنها فيها شح بالهدافين وبالأهداف يجب يحافظوا على هذا اللاعب حتى أنهم يبلشوا بالموسم المقبل بشكل جيد وشكل ممتاز إن شاء الله منشوف تفكير مستقبلي دائما مش بس مع الحسين إربد مع كل الأندية إذن من الحسين إربد رح ننتقل لنادي البقعة بالتقرير التالي رغم أن البقعة لم ينافس على المراكز المتقدمة هذا الموسم لكنه كان حديث الدوري مع أسبوعه الأخير بعدما كان طرفا في تحديد هوية البطل وقدرته على الثبات في دور المحترفين البقعة هل في المركز الثامن برصيد ثمانية وعشرين نقطة حيث فاز في سبع مباريات وتعادل في سبع وخسر ثمانية ونجح البقعة من الإفلات من شبح الهبوط في الجولة الأخيرة بعد أن تدارك نفسه في مرحلة الإياب التي كان أفضل الفرق فيها وجمع النقاط الأكبر بإحدى وعشرين نقطة ما استحق عليه لقب بطل الإياب ويكفي أنه الفريق الوحيد الذي حقق خمسة انتصارات متتالية في الجولات الخمس الأخيرة بفضل حسن قيادة المدرب تائر جسام وتناغم عمل الإدارة والمدربين واللاعبين إذن هلأ فريق البقعة نقدر نقول أنه خلال هذا الموسم ظهر فريق البقعة بشكلين مختلفين بمرحلة الذهاب كان فريق ضعيف وتذيل الترتيب وبمرحلة الإياب صار بطل المرحلة ومنقدر نقول أنه كان الحصان الأسود بكل معنى الكلمة بس أنا لتعليق على أنه لقب الحصان الأسود إحنا دائما كنا زمان لما نطلق لقب الحصان الأسود على البقعة كان ينافس على المراكز الأربعة الأولى كان دائما يعثر يال فيصل يال وحدات وكان دائما ينافس على اللقب حتى الأسبوع الأخيرة ولا يتراجع شوي برجع لمركز الثالث للمركز الرابع ويذكر أن البقعة شارك بالبطلات العربية واستطاع أنه خطف بطاقة Bijرا بهم عن طريق دورة الأبطال العرب وأيضا طوتڭ و backing العربية لكن الآن نحن 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 النحن عن بقعة الحصان الأسود لأنه ثبت نفسه بجهود لاعبية وأيضا بنحكي بالثورة اللي أحملها في السباح الأخيرة خمس انتصارات متلية استطاع أنه يحجز فيها مقعد اللي يبقى في دورة المحترفين ولكن لو بدنا نعمل مقارنة ما بين البقعة بالموسم الحالي والموسم الماضي نشوف ما فيه اختلاف نهائيا البقعة ثبت في آخر مبرائله في دور المحترفين وأيضا بالموسم الماضي كانت آخر مبرائله هي اللي ثبتته في دور المحترفين مما يعني أنه لو بدك تطلع أنه طموح البقعة هل هو أنه طموحه أنه يظلوا ينافس على الهبوط ويثبت في آخر مباراة وإلى آخر هي يعني مرة ماضي جابوا المدرب أكرم سلمان حتى أنه يثبتهم والآن مدرب ثائر جسام جابوا أنه حتى يثبتهم وكانت الأموال تصرف على الفريق نحكي في الشهرين الأخيرات من دور المحترفين أنه صار فيه مكافآت صار فيه هناك فيه رواتب فيه حوافز بالمقابل أنه الفريق كان يعاني في مرحلة الذهاب من شح الرواتب وأيضا من شح المكافآت وتأخر الرواتب وإلى آخر مع أنه البقعة السنهاية اتعاقد مع لعبين مميزين وأعاد لعبين مميزين من فريق أمثال عدن عدوس وجاب اللعب أمجد الشعيبي وأيضا يعني تطلع يعني هناك كان فيه هناك منظومة جيدة وأيضا كان اللعب أنا حجي معهم ولكن أيضا بقعة نحكي هذه المشكلة لكل الأندية حاله حال باقي الأندية اللي هي تغيير المدربين يعني بعض البقعة مر عليه ثلاثة أو أربع مدربين هذا الموسم المدرب خضر بدوان ومدرب عدنان عواض ومدرب مهر اسماعيل وأخيرا المدرب ثار جسام فهي أيضا مشكلة موجودة ببقعة البقعة اسم كبير بالكرة الأردنية ولكن ما يحدث من تخطيط إداري عم بيدمر الفريق عم نحكي اللاعبين وفي عنده أيضا عدد من اللاعبين الشباب الموهوبين مثل اللاعب وسامدة عابس هذا اللاعب وسامدة عابس أتوقع لو أنه موجود بنادي آخر كان أبدع يعني نحن نطلع تجربة الوحدات وتجربة الفيصل أنهم طلعوا اللاعبين الشباب عم بستفيدوا منهم هذا اللاعب عم بتلعبه مباراة وتقعده عشر مباريات طبعا أنت لما تستثمر بلاعبينك بتوفر عليك تعاقدات خارجية فلاعب زي هيك أنا أتوقع لما كلما يلعب مباراة بيجيب هدفين وثلاث أهداف يجب أنه يكون فيه له نظرة خاصة من قبل الفريق البقعة حتى أنه المواسم مقبلة أنه يكون له يعني نحكي يرجع زي ما كنا نعرف عنه الحصان الأسود الحصان الأسود بنافس على اللقب الحصان الأسود ما بنافس على الهبوط صحيح نحن مش تقليل من بقعة ولكن نحن بدنا بقعة هو يكون ضمن فرق المقدمة دائما رابع ثالث خامش يكون على سلم الترتيب ويلعب بمباريات كبيرة وما يظل حتى الصافرة الثانية الأخيرة من دور المحترفين حتى أنه يثبت في دور المحترفين فيجب أن يكون هناك عادة نظر لهذا الفريق يعني لازم يفكروا ما يركزوا على أنه نثبت في دور المحترفين لازم يفكروا بأنه نحن لازم نحقق الفوز ونتقدم على سلم الترتيب سنتين الثلاث الأخيرات آخر سنتين أو ثلاث سنوات كان هو بس بنافس على الهبوط ولكن دائما كان هو ينافس على المربع الذهبي في فرق دور المحترفين إن شاء الله منشوف تغيير بالموسم القادم إذن خلونا هلأ نستعرض مشوار فريق ذات راس في دور المحترفين بالتقرير التالي العودة في الأسبوع الأخيرة كانت عنوان مشاركة فريق ذات راس في الدور هذا الموسم فلم تزأر أسود الجنوب كما جرت العادة الموسم الحالي لتنجو من شبح الهبوط في الأسبوع الأخير وحل الفريق في المركز التاسع بفارغ الأهداف برصيد ثمانية وعشرين نقطة حيث فاز في سبع مباريات وتعادل في سبع وخسر في ثماني مباريات الفريق احتفظ بمكانه بين المحترفين في الجولة الأخيرة بعد أن كان أحد الفرق المهددة بالهبوط وتقدم خطوة إيابا عما كان عليه الحال في مرحلة الذهاب ويعد ثاني أفضل الفرق في مرحلة الإياب ويلاحظ أن ذات راس حصل على نقطتين في أول ثلاث مباريات وبعد تحقيقه فوزين متتاليين بعدها دخل في مرحلة تراجع صعبة ومر على الفريق الجنوبي ثلاثة مدربين خلال الموسم وكانت البداية مع حيثم شبول ثم السوري عماد خانكان قبل أن يستقر الحال على التونسي ماهر سديري إذن محمد هلأ منروح لنادي ذات راس ويمكن النتائج اللي حققها الفريق خلال هذا الموسم كانت مخيبة لأمال جماهيره شو السبب برأيك؟ يمكن المشاكل اللي بتواجهها كل الأندية هي نفسها تغيير المدربين الأزمات المالية بس ذات راس شو كان السبب الرئيسي خلف نتائجه هاي؟ يعني شوف أنا بتوقع أنه نحكي مشكلة ذات راس مش من هاي السنة بجوز هي ضريبة الفريق اللي حصد لقب بطولة كأس الأردن وشارك بطولة كأس الاستحاد الآسوي وأيضا نفس على لقب دوري محترفين السنتين الماضيات كان هاي الفريق ضمن فرق المقدمة هلا هو طلع لأخذ هاي كل الأمور ضمن إمكانيات مادية محددة الآن هو بدي حافظ على هاي المراكز اللي حققها صار عنده مصاريف مضاعفة فبطلت الإدارة الإدارة استنزفت أنها تحصل موارد مالية حتى أنها تصرف على الفريق حتى أنه يكون فيه هناك استقرار مالي استقرار مالي دائما بأي نادي بجلب الاستقرار الفني بجلب الاستقرار لدى اللاعبين ولكن صار فيه هناك مشاكل مالية أعطت مشاكل إدارية ثم أثرت على الفريق باعتقادي أنه الاحتمام دائما إدارة ذات راس بجوز لو بتسمع على التعاقدات المدربين أو التعاقد مع مدربين مميزين أنهم يكونوا يقودوا الفريق في المرحلة اللي بلعب فيها الفريق ولكن ما بيكون هناك توفيق لأنه بيكون هناك مشاكل مالية مع اللاعبين وجوز يعني أكبر دليل أنه بعد نهاية مباراة ذات راس مع كوفرسوم ثاني يوم توجه خمس لعبين من فريق ذات راس إلى اتحاد كورت القدم وقدموا شكوة رسمية على فريق بطالب مستحقاتهم من المالية لهذول الخمس لعبين هم من الأعمدة الرئيسية أبرزهم حارس المرمى معتز ياسين وأحمد عبد الحليم وحاتم عقل وأيضا حازم جودة هذول الأعمدة الرئيسية بالفريق مما يعني أن هذول مش رح يكونوا متواجدين مع الفريق في الموسم المقبل كمان برضو ما بين السطور أن هذول اللاعبين الخمسة ما رح يكونوا متواجدين مما يعني أنه فيه أيضا رح تكون فيه مشكلة في الموسم المقبل مع الفريق في تأمين لعبين ميازين على سوية عالية مثل هذول اللاعبين فيجب أن يكون هناك إعادة نظر بجوز الفترة التوقف اللي طويل اللي ممكن تسير الآن ما بين الموسم والموسم وأن ذات راس يستفيد منها أنه يعيد لملة متأوراقه لأنه دائما كنا تعودنا المواسم الأخيرة كان الفترة التوقف تكون مدتها شهر أقل من شهر حتى نرجع النشاط ولكن إحنا اليوم بجوز إحنا مرشحين أنه نستنى ثلاث شهور أو أربع شهور لهاية الفترة ممكن أنها تفيد ذات راس أنه يعيد لملة متأوراقه يعيد ترتيب أوراقه يستقطب لاعبين يستقطب مدربين ويستقطب رعاة أيضا لهم للفريق ففريق ذات راس إحنا انبسطنا أنه فريق طلع على المنافسة وعلى الألقاب وخصوصا أنه بمثل عنديت الجنوب دائما كانت عنديت المحترفين كلها من الوسط والشمال هذا أول فريق بمثل عنديت الجنوب أنه إذا هبط لدور الدرجة الأولى أتوقع أنه سترجع المعادلة كما كانت سابقا أنه عنديت الجنوب أنها ما إلها مكان بين عنديت المحترفين وهذا جوز بفقد كرة القدم الأردنية نوع من نحكي الجمالية وخصوصا أنه أثبت أنه فريق عنيد وشارس وحقق ألقاب وشارك آسيوي أيضا فريق ذات راس فهذه المسيرة حرام أنها تنتهي بفترة قصيرة أنه تحكي أنها ست سنوات ووصل لهذه المرحلة في دور المحترفين ووصل لبطوة كأس الاتحاد الأسيوي تنتهي بهذه المرحلة يجب أيضا أنه إعادة دراسة بجوز كل الرسائل الموجهة لإدارات الأندية وهي مرحلة التخطيط مرحلة أنه أشمعك أصرف ما تحط على حالك الديون ما تعمل على حالك عبئ حتى أنك تكون بهذا الموقف في نهاية الموسم بجوز أنا أحكي لك الفرق اللي ثبتت الآن في دور المحترفين في آخر مباراة اللعيب اللي بدها تثبت مش الإدارات ولا الجماهير ولا آخر لأنه اللعيب تحس حالا أنه إذا هبطت لدور الدرجة الأولى رح ينقص صعرها رح يصير فيه هناك نوع من الخذلان لدى نفسها يعني جوه اللعبين أنه إحنا يعني اللعب هول بتأثر سلبيا من جميع الجماهير أنا هبطت إلى دور الدرجة الأولى بيصير شو موقف أمام الجماهير أمام يعني الكرة الأردنية فأتوقع أنه اللعبين كانت هي اللي تلعب مشان إسمها قبل ما أنه أنه النادي يثبت في دور المحترفين نعم إذن من الكرة الأردنية منروح على الكرة الأوروبية وتحديدا الدوري الإسباني وخلونا نشوف زميلنا حسان نصار شو قصة الهدف وأي نجم نحضر لنا اليوم البرازيلي رونالد ميو أهدافه معروفة بجمالها وروعتها وهم مش هدف ولا تنين بس هدف الليل اللي سجلوا بمارما فيا ريال لما كان لعب لبرشلونة واللي اخترنا لها قصة هدف مش محتاج كتير شرح ولا وصف بس بكفي إنه نشوفه ونستمتع فيه ترجمة نانسي قنقر رونالدينيو ساحر بكل أهدافه مش عارف شمال حسامي اختار هذا القول اليوم بالذات لبرشلونة مش زابط عريل مدريد حاططنا برشلونة يا حسام شمالك اليوم مش نخفف عليهم معلش يعني هو رونالدينو لعيب بس فيش لعيب بالطريقة والسحر البرازيلي دائما النكهة البرازيلية لها شيء خاص دائما اللي هي السحر دائما بيسموها لا فيها قوة ولا فيها بس دائما بتسحر العين وتخلي البصر يتابع كيف هذه الحركة صارت وأهدافها خرافية أهدافها خرافية فرونالدينو بجوز هذا قول من قواله اللي دائما بجوز اللي بتابع رونالدينو على اليوتيوب وعلى الانترنت بيشوف شغلات جزء عجاز لهذا اللاعب غريبة غريبة فعلا يمكن هذا هو أساس تميزه أنه غريب وإله حركات شوية لعنبيت اللاعب هم البرازيليين دائما هاي غريبين ما بتحزروا وين بيمرروا ولا وين بيشوتوا يعني بيمتعونا دائما لما نتفرج عليهم البرازيليين أكيد هم من أفضل اللاعبين وبما أننا بنحكي عن أفضل اللاعبين رح نروح لنستعرض النسب الأولية لسؤال شارك وسؤالنا كان بيقول من يستحق لقب أفضل اللاعب في الدورية أيمن أبو فارس 5% محمود مرضي 55% وشريف النوايشة 40% بشكل سريح حسيب رأيك بهاي النسب يعني شريف النوايشة ومحمود مرضي كانوا مميزين سواء على صحيحة بخصوصا محمود مرضي منتخب الأولمبي والمنتخب الأول مع فريقه فأتوقع أنه أدى أداء مميز اللاعب فريق الأهلي نعم إذن هلأ رح نطلع فاصل صغير ونرجع لنكمل استعراضنا لبقية أندية المحترفين لهذا الموسم خليكم معنا إذن نرجعنا لكم من جديد ونكملين معاكم فقرات إكسترا تايم ورح نكمل استعراضنا للتقارير لأندية المحترفين منروح هلأ لتقرير عن نادي الصريح موسم صعب مر به الصريح بسباب تقلب وتذبد بالنتائج التي جعلته ضمن المهددين بالهبوط حتى الأسبوع الأخيرة من دور المحترفين الصريح حل في المركز العاشر برصيد 25 نقطة حيث فاز في خمس مباريات وتعادل في عشرة وخسر في سبع مباريات الصريح تراجع خمسة مراكز بين مرحلتي الذهاب والإياب نتيجة عدم حصوله سوى على عشر نقاط وإهدار 23 نقطة إيابا مما جعله من الفرق المهدد بالهبوط قبل أن ينفذ بجلده مستفيدا من خسارة كفرسوم أمام ذات راس في حين جمع 15 نقطة ذهابا محمد رأيك بمشوار فريق الصريح وأداؤه خلال هذا الموسم من دور المحترفين نشوف فريق الصريح فريق بلعب ما بلعب مشان بطولة ما بتحسي أنه داخله هو على الدور المحترفين في ذات الموسم أنه مشان يهرز لقب بطوله وخصوصا طلع على نوعية التعاقدات طلع على نوعية اللاعبين عم نشوف اللاعبين عم بكافحوا داخل الملعب عم بلعبوا عم بقدموا أداء جيد ولكن تذبب المستوى عم بضره فهذا أشي ما أعطيكي أنه ميز أنه أنت كفريق أنك تحصل على علاقة بطولة أو أنك تنافس على مراكز ما تقدم في كل ما نسمى نشوف الصريح من نهاية مرحلة الذهاب نشوفه ضمن المربع الذهابي بعد بالإياب نشوفه دروب مرة واحدة والله هو نازل على منافس على شبح الهبوط والمبراء الأخيرة هي اللي بتثبته في دور المحترفين هذا أعطيكي دلالة كبيرة أنه التذبذب بالمستوى كبير وفيه هناك فرق كبير من المنافسة على البطولة إلى المنافسة على شبح الهبوط يعني بجوزة لو بدنا نحكي البقعة نقدم مثلا أو أي نادي آخر قدم بمرحلة الذهاب مستوى مثلا جيد وبعدين رجع نفس على الهبوط بيكون خلص الذهاب مركز خامس مركز سادس ولسه إله أمل أما بيكون فريق أنه بطلع طلعة قوية وبعدين برجع مرة واحدة في الإياب بيكون خسائر كلها بجمعش ثمن نقاط أو بجمعش أسر نقاط بالإياب هم فيه مشكلة كبيرة بتطلب أنه يعني أنه فريق مثل الصريح يكون فيه هناك نوع من الانضباط الفرني داخل الملعب لأنه أنت لما تحكي أنه بقدر يفوز في بداية الدورة وبقدر يحقق نتائج معناته فيه خامات فيه فكر داخل اللاعبين ممكن أنهم يستمروا ولكن ثقافة الفوز المتواصف ثقافة أنه أنه أنت قادر تزيح الفيصل وحدات شباب الأردن وأهلي عن عرش البطولة بطولة الدوري هذا مش موجود لدى اللاعبين الصريح والدليل أنه عم برجعوا دائما في كل موسم أنهم ينافسوا على بطاقة الثبات في دور المحترفين أتوقع أنه يجب أن يكون فيه هناك لعبين على مستوى عالي أيضا عندهم خبرة أكثر في فريق الصريح دائما يتعاقدوا كل سنة ما لعبين شباب لعبين أنهم يعطوا الفريق يخلوه ضمن نحكي لمرحلة الأمان نعم سواء في بداية الدوري أو بالنهاية الدوري أنه يظلوا في منطقة الوسط هو لا يحب زاحم في الأمام بس الظروف قادم يترجعوا مرات إلى الخلف أنه يزاحم على مرحلة الهبوط عنده عدد من اللاعبين مميزين حاولي أن يتعاقد مع عدد من اللاعبين اللي كانوا بلعبوا عند الدرجة الثانية وند الدرجة الأولى أتوقع أنه دائما نعطوا من دور المحترفين بحتاج إلى اللاعبين عندهم خبرة في دور المحترفين بجوز هم اللي كانوا بجوز نقطة الضعف بالفريق ولكن دائما الصريح عنده ميزة حلوة بالفريق أنه بعطينا مهاجمين مميزين يعني يتعاقد الموسم الماضي مع إيمان واللي كان لاعب أهداف من طراز رفيع والسنة تعاقد مع اللاعب إيمان أبو فارس اللي كان يلعب بنادي الشباب الحسين فتوقع أنه عنده نظرة ثاقبة للمهاجمين يجب أنه بجوز هاي ميزة كويسة بنظر الصريح أنه المهاجمين اللي عنده دائما بيكونوا على سوية عالية ويكون لهم بيستطيع إيمان الفارق مع الفريق بأي مباراة بطولة الدورية نعم إذن من الصريح نروح لكفرسوم وتقرير عن مشوار الفريق لم يتمكن كفرسوم من الصمود في دور المحترفين ليعود إلى دور المظالم رغم محاربته للبقاء حتى الأسبوع الأخير ولكنه فشل في اختبار الحسم النهائي أمام ذات راس كفرسوم حل في المركز الحادي عشر وهبط بعد أن جمع 24 نقطة حيث فاز في خمس مباريات وتعادل في تسع وخسر في ثمان مباريات وعانى الفريق خلال الموسم الماضي من مشاكل مالية وإدارية أثرت على شكل الفريق وأيضا مشكلة تغيير المدربين التي ضربت جميع الأندية ويسعى كفرسوم للعودة من جديد إلى دور الأضواء في الموسم المقبل والعمل بشكل أكبر مما كان بالصابق محمد كفرسوم ما قدر يصمد في دور الأضواء وهبط لدور الدرجة الأولى شو الأسباب برأيك؟ شوف كفرسوم من مرحلة الذهاب وكل الأندية كانت ترشعة والجماهير ترشعة أنه يهبط لدور الدرجة الأولى السبب الإدارة عملت مشاكل كثير بالفريق احترامنا أعضاء الإدارة كاملين ولكن عملوا مشاكل كثير بالفريق وخصوصا أنهم تركوا الفريق في مرحلة يقلعبوا ثلاث أسابيع بدون مدرب كان مدرب الحراس هو اللي قود الفريق في الإمباريات ومع ذلك خدمتهم بعض النتائج وتمكنوا من الفوز مع مدرب الحراس على الحسين إربت بخمسة صفر فكانت في عندهم يعني أحكي لك اللي هي المشاكل الإدارية تخلوا عن الفريق رفع يدهم عن الفريق الإدارة تركوا مرحلة فراغ إداري اللاعبين صاروا في مرحلة تشديد ذهني يعني أظهرت لنا أنه كفرسوم كانه أول مرة بيعاب دور المحترفين مع أنه فريق لعب أكثر مرة بدور المحترفين وعنده خبرة بهذا الدوري وما كان فيه هناك صرف نوالي ولا نفقات مالية اللاعبين صار فيه هناك مشاكل اللي يضربوا عن التدريبات بجوز كفرسوم كان يعني بجوز إحنا بدنا نحكي أنه عمل الإدارة اللي كان ما كان على سوية عالية كانوا لما بروح المدربين كانت بحالات غريبة أن المدرب يكون رايحة التمرين يتفاجأ وهو داخل على التمرين أنه هو مش مدرب عملوها ثلاث مرات خلال هذا الموسم تعاقدوا عبلاء اللحام عملوها معه وتعاقدوا أيضا مع أسامة مع أسامة قاسم عملوها معه وتعاقدوا أيضا يعني حتى مع مدرب الحراس لما بلغوا أنه كذا حتى هو طلب أنه ما يكون مدير فني للمرحلة المقبلة لأنه ما بقدر يشير الفريق حاول أنهم يكملوا معه ما بقدر يشير الفريق فأتوقع أنه كانت الإدارة هي سبب رئيسي في هبوط الفريق إلى مصافة عنديتة الدرجة الأولى مع أنه فريق كان ممكن أنه قدم مستوى أحسن من هيق خصوصا نحكي بمستوى اللاعبين الموجودين بالفريق كان عندهم مستوى كويس كان في عنده لعبين شباب بعضوا باستطيعوا وأيضا كانت تعاقد أهم تعاقد عندهم كان مع اللاعب محمد خير اللاعب المهاجم ولاعب الوسط وبلعب بمركزين كان اللاعب مؤثر كثير بالفريق ولكن بالنحكي ما بنقدر نحمل المسؤولية لمدرب لأنه تم إقالة أكثر من المدرب بنادق فرسوم ما بنقدر نحمل المسؤولية لللاعبين لأنه اللاعبين قدموا له عليهم وعاشوا مرحلة شهرين بدون إدارة بيلعبوا لحالهم يعني هي بالعامية كان فريق يلعب لحاله يروح المباراة ما يتدربوا ما يتشلموا المستحقات مالية ينتخيل الفريق يلعب المباريات كان بدون أي تدريبات صحيح مدرب الحراس كان يقود الفريق وكان يفوزه وحققه انتصارات ثم يخسره ثم الآخر فكان أول فريق مرشح نهبط لمصافة عندي تدرجة الأولى كفرسوم قبل الأصالة بس كفرسوم خدم الحظ أنه وصل للجولة الأخيرة ينافس على بطاقة الثبات في دور المحترفين نعم إذن رح نروح هلأ لنشوف تقرير عن الفريق الأخير من الفرق الاثناش اللي شاركت بهذا الموسم في دور المحترفين فريق الأصالة الوافد الجديد فريق الأصالة رفعت له القبعات على مستواهي الفني في أول مشاركة له بدور المحترفين ولكنه كان أول المودعين إلى دور المظالم وحل الفريق في المركز الثاني عشر والأخير بعد أن جمع اثنتين عشرة نقطة وأضاع اربعة وخمسين نقطة بعد أن فاز في مبارتين فقط وتعادل في ستة وخسر في اربعة عشر مباراة وكان الأصالة حديث الدوري بأغلب أسابيعه بعد أن أعلن انسحابه احتجاجا على هدف الجزيرة في مرمى ليكون مصير الدوري مهددا إلا أنه عاد وليعود الأصالة إلى الواجهة بعد قضيته مع الفيصلي وقرار اتحاد الكرة بتخسيره جراء اشراكه لاعبا مخالف إذن الأصالة استفاد دروسا كثيرا من مشاركته الأولى في دور المحترفين وهي بالتأكيد ستكون السند له في حال عودته بالسنوات المقبلة يعني محمد فريق الأصالة منقدر نقول أنه فريق مكافح كان في الدوري وبالرغم حتى لما تأكد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى إلا أنه ما صابهم الإحباط وظلهم يلعبوا بقوة وحاربوا يعني حتى اللحظة الأخيرة سؤالنا مش كيف كان مشوار الأصالة في دوري المحترفين هل يستحق الأصالة الهبوط لدوري الدرجة الأولى يعني بجوز أنا رأيي أنه مخالف لرأي الناس الفريق بيستحق الهبوط لسبب إذا بتستعرضوا التقرير الفريق فاقد 54 نقطة خلال مشواره بالدوري نعم فبالنهاية نتيجة الحصاد نتائج فأنت بتحكي عن 54 نقطة أنت بالدوري فأتوقع أنه يعني لو انظلمت بإمباراة وخسرت إمباراة والآخرة المستوى الفني كان مستوى جيد إحنا بنحكي كأول مشاركة له كان مستوى جيد ولكن على مستوى النقطة الفريق يستحق الهبوط يعني بتحكي عن 12 نقطة جمعهم خلال 22 نقطة اللي عبهم بمعنى لو بدك تعطيه بكل إمباراة نقطة للفريق ما جمع 22 يعني بمعدل نصف نقطة في كل إمباراة حاصل الفريق بس على المستوى المستوى اللي قدمه داخل المستطيل الأخضر الفريق يرفع له القبعات يعني بجوز أنه قارع الفرق الكبيرة وقارع كل هاي الفرق بس خليني نحكي هون تتوقف جزئية الفريق اللي بيقدر يحافظ على الفوز والفريق اللي ما بيقدر يحافظ على الفوز يعني في الأصالة كان يتقدم بكثير إمباريات بس ما يقدر يحافظ على الفوز كان يخسر كان يرجع يتلقى أهداف فهذه النقطة مش إنها نقطة ضعف بالأصالة ولكن هي نقطة عدم خبرة يعني لدى الفريق خصوصا أنه أول موسم بيلعب فيه في دور المحترفين حاول أنه يلعب بهذا الموسم بالعناصر اللي كانت معه طلعت معه بأغلبها من الدرجة الأولى فلما تحكي أن الفريق أنه أنا بيقول لك أنا بدي أبني فريق ما بدي أنا أجيب لعبين كثير من بره مع أنه تعاقد مع عدد المحترفين ولكن الميز اللي كانت لدى الأصالة أنه أبرز لعبين اللي اللعبوا معاه بدورة الدرجة الأولى حاول أنه يمشي فيهم أبقى على عدد من المدربين اللي كانوا معاه بدورة الدرجة الأولى دائما نعرف إحنا المدرين الأندية لما تصعد لدورة المحترفين يصيروا بدورة على المدربين طاقم كامل أنه يكون متواجدين ولكن الأصالة كان له أنه كان خاص بالدوري خلينا نحكي كان رغم المشاكل والصدمات اللي تلقاها مع أنه بس ما كان له أي تصرفات أن يحكي عدوانية أنه يخرب الدوري فهو كان ندافع عن حقه يوم انسحابه من أمام الجزيرة وما سحب من بطولة الدوري أنه طلق العديد من الظلم خلال مرحلة الذهاب بس ما كان يحكي أنه أنا فريق أنه أنا كنت بدي أنه فيه هناك مؤامرة أنه ما أثبت في دوره محترفيا عمل كل المجهود اللي عنده بتوقع أنه الأصالة بالموسم المقبل يعود إلى دوره محترفيا وإحنا فعلا بجوز نفتقد لفريق مقاتل بالشكل هذا ولكن على الصعيد النقطي هو ما حصل النقاط اللي واجب إلوه حتى أنه يبقى في دور المحترفين نعم إن شاء الله بصعد مرة أخرى وبيستفيد من خبرته خلال هذا الموسم لتحسين أداءه ونتائجه خلال الموسم الجاي إن شاء الله إذن خلونا هلأ نروح نشوف تقرير عن شذرات الموسم ونرجع نكمل حديثنا دور المحترفين بأسابيعه الإثنى والعشرين شهد العديد من الشذرات والمحطات التي مرت بها المباريات المائة وإثنى وثلاثين تم تسجيل مائتي وسبع وسبعون هدفا بمعدل هدفين في كل مباراة وهو رقم يعتبر ما بين المتوسط والضعيف من الناحية التهديفية وخصوصا أن الجفاف التهديفي كان يتواجد بأغلب مباريات الأسبوع وشهدت مباريات الدوري تحقيق الفوز في تسعين مباراة مقابل إثنى وأربعين حالة تعادل منها إحدى وعشرون مباراة من دون أهداف البطاقات الحمرات أشرت سبعا وعشرين مرة والتي ظهرت في جميع الأندية باستثناء الوحدات الذي لم يطرد منه أي لاعب ركلات الجزائح تسبت خمسة وأربعين ركلة سجل منها ثلاثة وثلاثين ركلة وأهدرت إثنى عشر ويقى ديالو مهاجم الفيصل الصابق هو الغائب الحاضر بالدوري كونه اللاعب الوحيد الذي سجل هاتريك ثلاثة أهداف في مرماك فرسوم خلال الأسبوع التاسع محمد بشكل سريع تعليقك على أرقام الدوري يعني ذرت بسمع الأرقام هاي اللي صدرت عن الشذرات أرقام مجعجة بصراحة للجمهور الأردني وخصوصا إنها ما بتدل على قوة الفرق كل النسب المأوية لو بتقسم الأرقام على نسب مأوية بتلاقيها أنه نسبة تزيل الأهداف في المباراة واحد ونصف بالمية بكل المباراة لو بتكسمها كل اللي هاي بتلاقي أنه نسبة الطرد عالية جدا مرتفعة بتلاقي أنه نسبة إهدار ركلات الجزاء أيضا مرتفعة مما يعني أنه فيه هناك نحكي سوء بالأداء سوء بالأداء الفني موسم كان صعب بجوز حتى بتطلع على المشاهد الملاعب طلع ملعب أخضر وملعب أصفر وملعب كانت هاي كلها مرت علينا خلال الموسم الكروي وأيضا كانت الميزة الأبرز أنه المدرجات فارغة بدون حضور زماهيري إلا الإمباريات الأخيرة اللي كانت تحدد مصير بطل الدوري ومصير فريق الهابط فكانت هاي كلها مشاهد مزعجة للجمهور الأردني أيضا يجب هاي الآن الرسالة لاتحاد كرة القدم يجب عليه أنه يعمل جردة حساب قوي بطولة الدوري لأن بطولة الدوري هي اللي بتجيب موارد مالية لاتحاد كرة القدم لأن الدوري مسمى باسم شركة إعلانية وأيضا نحكي الجمهور التذاكر هي اللي بتشتري التذاكر واللاعبين هم المنتج هم اللي بعضوا الأداء وهم اللي بعضوا نحكي الفرحة الكروية فجب اتحاد كرة القدم أنه يهتم بالدوري بشكل أكبر من هيك في المواسم المقبلة حتى لا نخسر الأندي وما نخسر لاعبين وما نخسر متعة كرة القدم في الأردن نعم إذن من الدوري الأردني رح نروح لدوري أبطال أوروبا لنشوف طبعا تقرير إحنا عن مباراة مبارح اللي كانت بين أتلاتيكو وبين ميونيخ بس أول إشي طبعا حسيبه مبروك ريال مدريد تتأهلوا للنهائي نعم محشوم إحنا في حلقة طلعنا فيها أنا وياك إنت كنت بتقول إنه رح يكوني نهائي مدريدي أتلاتيكو وريال بالتأكيد بس خلاص ضامنينها إحنا على النقب ما فيش آه خلاص لازم نضمنها يعني هيك مع أتلاتيكو فبيكفي هم ضربوا مرة ومرتين وثلاثة بس عند ريال مدريد بوقفوا بوقفوا خلاص إن شاء الله إن شاء الله اللقب مدريدي خلونا نشوف تقرير مباراة مبارح ليلة الأمس كانت استثنائية لما التقى في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا كل من بايرن ميونخ الألماني وأتلاتيكو مدريد الإسباني في ملعب اليانز أرينا الخاص بالنادي البافاري نادي مشجعي بايرن ميونخ في الأردن أقام تجمع بمناسبة هذا اللقاء جمع خلاله عشاق النادي الألماني بأجواء حماسية ومثيرة في عدد مشجعين كثير للبايرن وألمانيا وبلشنا ورسلنا إدارة البايرن وما قصروا معنا أعطونا الترف الرسمي وكلما أننا الحمد لله منزيد يعني وصل عددنا لحديث الآن 1650 حضو بالأردن والله التجمعات هي المفروضة تصير يعني لأنه إحنا زي ما أنت شايف رابطة كثير كبيرة وعددنا كبير وإحنا منشجع البايرن يعني مش من يوم يومين من سنين تجمعات حلوة صراحة بنشجع إلها فيها تشجيع إلنا يعني لشان إحنا الفانس تعونهم وبتمنى الكل يجيب أتمنى كتير من الصبايا يجيب على الرابطة شغلها بعمان شي برفع الرأس كل مباراة تجمع بنزلوا على الفيسبوك بنشروا بالجرائد على الإيميل على الموبايلات وبعتوا مسجات إحنا نادي مشجعين بارميوح في الأردن إحنا إلنا تقريبا ثلاث سنين رسميين من ألمانيا مثل ما أنت خايف العدد الحمد لله رب العالمين هائل جدا إحنا هدفنا أنه نخلي كل مشجعين بارميوح في الأردن كافة في مكان واحد وأنت شايف أليان سألينها أمان الحمد لله رب العالمين بارميوح كان مطالب بالفوز بفارق هدفين لتعويض نتيجة الذهاب اللي خسرها 1-0 في ملعب الفيسينتي كالديرون ووقع على هدف التقدم بالشوت الأول عبر لاعب الإسباني تشافي ألونسو وتحصل بعدها على فرصة ذهبية للتعزيز لمن حسب له ركل الجزاء لكن مهاجم الألماني مولر أهدرها لتكون نقطة تحول في المباراة لما استطاعت لاتيكو مدريد تسجيل التعادل بالشوت الثاني عبر نجمه الفرنسي غريزمان ليصعب من المهمة عن الألمان اللي اكتفوا بتقليص الفارق بهدف ليفاندوبسكي اللي ما شف على بايرن ميونخ بالتأهل لتروح البطاقة للرجال دييغو سيميوني في ليلة صعبة على عشاق النادي الباباري حسيبة شو رأيك بمباراة مبارح؟ بمباراة كانت حلوة بس طمناتنا أنه منغلب أتلاتيكو يعني فريق مدافع يعني بصراحة وما بفك ما في الحديد إلا الحديد فريال مدريد راح يكون إن شاء الله أموره تمام إن شاء الله نستنى النهائي هي بجوز النكسي كانت لكيورديولا بالإمباراة لأنه بحكي إنه صرح قبل الإمباراة اختلوني إذا لم أفوز على أتلاتيكو مدريد كانت هي هاي بجوز كل الناس بتفرجوا بدي عرفوا شو مصير المدرب بهاي الإمباراة نعم إن شاء الله مصيره منيح مهم إحنا نفوز هو خلص مع شبه مع بايرن يعني طيب حسيبة أندي أشكر حضورك معنا لليوم يعني فوزين ريال مدريد وكمان فريق رؤية فيعني متميز وجهك خير علينا وجهك ووجهي مع بعض إحنا التنين شكرا إليك حسيبة أهلا وسهلا بك جهلا